التوتر والتأهب يبقى العنوان الأبرز للمشهد في منطقة الشرق الأوسط ووسط تزايد المخاوف من هجوم إيراني رد على اغتيال إسماعيل هنية إضافة إلى القلق من هجوم واسع لحزب الله اللبناني تعزز الولايات المتحدة من انتشارها العسكري في المنطقة تحسبا لأي خطوة عسكرية قد توسع الصراع في الشرق الأوسط الخطوة الأبرز في الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة كان انضمام حاملة الطائرات الأمريكية أبرهام لينكن ومدمرات تابعة لها إلى مياه الشرق الأوسط ليرتفع بذلك عدد حاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة إلى اثنتين لينكن وكذلك ثيودور روزفيلد حاملة الطائرات لينكن ترافقها سفن حربية ومدمرات وكذلك طرادات وسفن أخرى صغيرة وتعد بمثابة قاعدة عسكرية عائمة وهي مجهزة بطائرات من طراز F-A-18 وكذلك F-35C ويرفقها أسطول المدمرات ديسرون 21 وكذلك جناح حامل الطائرات CVW التاسع وفق تصريحات المسؤولين الأمريكيين فإنه من المقرر أن تحل حاملة الطائرات لينكن محل الحاملة روزفيلد التي تتمركز في مياه خليج عمان في موقع يمكنها من التصدي للصواريخ والمسيرات التي قد تطلق من إيران أو من قبل الحوثيين ضد إسرائيل بالإضافة لحاملتي الطائرات يوجد عدد كبير من السفن الحربية الأمريكية بالإضافة إلى الغواصة النووية USS Georgia التي وصلت منتصف الشهر الجاري إلى المنطقة وتحمل 154 صاروخا مجنحا من نوع Tomahawk تتواجد أيضا في شرق مياه البحر الأبيض المتوسط وعلى مقربة من قبرص تتواجد مجموعة من السفن الحربية الأمريكية التي تعرف باسم مجموعة واسب البرمائية وتتألف هذه المجموعة من ثلاث سفن يبلغ حجمها تقريبا نصف ملعب كرة قدم وتضم ما لا يقل عن أربعة آلاف من مشات البحرية والبحارة حول الرؤية الأمريكية من الهجمات الأخيرة لحزب الله على إسرائيل ينضم إلينا من ولاية مونتانا مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابقة ميك مولروي أهلا ومرحبا بك معنا سيد مولروي إذن واشنطن وعلى لسان المتحدث باسم البنتاجون يؤكد أو يقول بأن إسرائيل ما زالت مهددة بضربات أخرى سواء كانت من إيران أو حتى حلفائها في المنطقة برأيك على ماذا استندت وزارة الدفاع الأمريكية في هذا التقدير سعيد بوجودي معك ومع المشاهدين أعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي تستخدمها الولايات المتحدة فعالة جدا وهي جزء من الحسابات الخاصة بضرب الجيش الإسرائيلي لمواقع الصواريخ والمسيرات التابعة لحزب الله وواضح أن الألاف منها دمره الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بحزب الله ورد فعله على اغتيال فؤاد شكور وبالطبع نحن لم نرى الرد الانتقامي من جانب الإيرانيين على اغتيال هنية لو كان هذا ممكن ربما هم يؤجلون الرد الانتقامي لوجود مفاوضات وإذا انهارت المفاوضات وهي لا تبدو أنها تتجه في الاتجاه الصحيح فهذا يعني أن إيران ستقوم بالرد والجنرال براون الذي نراه على الشاشة الآن موجود في المنطقة وكذلك كل هذه الوصول العسكرية التي وصفها تقريركم موجودة أكثر من أي وقت مضى منذ السابع من أكتوبر بالفعل تواجد عسكري قوي أمريكي في المنطقة ولكن سيد مروي هنا يعني الولايات المتحدة أكدت مشاركتها الاستخباراتية مع إسرائيل في حمايتها وصد أي هجوم عليها لكن في ذات الوقت نفت تشاركها مع إسرائيل في أي رد فعل استباقي إن كان لحزب الله أو حتى رد لهجوم حزب الله الأخير على إسرائيل كيف نفهم ذلك برأيك عندما قلت لم تشارك أقصد لم تنخرط مباشرة لم يكن هناك إطلاق نار منها كذلك طائرات F-22 لم تغادر هذا يعني أنه لم يكن هناك فعل عسكري مباشر ولكن المعلومات الاستخباراتية كما أشرت أنت هذه تدعم إسرائيل وندعم إسرائيل لو كان هناك هجوم من إيران أو من أذرع إيران وهذا قد يتعب الدفاعات الإسرائيلية لهذا السبب هناك وصول عسكرية أمريكية كثيرة في المنطقة في تقديركم فيما يتعلق بقوة حزب الله ومن خلال ضربة الأخيرة لإسرائيل كيف يمكن تقييم هذه القوة 340 ربما صاروخ وحتى مسيرة أطلقت باتجاه إسرائيل كيف يمكن تقدير هذه القوة لحزب الله والتنبؤ ربما بضربات لاحقة إن تمت وقدرة إسرائيل على صدها برأيكم مهم أن نشير إلى أن حزب الله هو أقدر قوة عسكرية تابعة لإيران في المنطقة هناك حوالي 150 ألف صاروخ ومسيرة وقيل أن الألاف منها ستطلق في نفس الوقت على إسرائيل لهذا السبب لم تطلق كلها على إسرائيل فقط حوالي 320 والألاف دمرت عن الأرض حزب الله تهديد كبير للبنية التحتية الإسرائيلية ولمراكز السكان وأفهم أن الأمر يتعلق بضربات استباقية إسرائيلية لو حزب الله يستطيع أن يغير من تموضعه وهذه معلومات استخباراتية تسعى إليها الولايات المتحدة وطبعا حزب الله تهديد لإسرائيل لأنه يستطيع أن يطلق أعداد كبيرة من هذه الصواريخ الولايات المتحدة لطالما حثت الأطراف في المنطقة على ضبط النفس وعدم الإنجرار إلى حرب إقليمية ولكنها في ذات الوقت تدفع بتعزيزات عسكرية قوية حاملات طائرات، سفن، طردات في المنطقة وفي بحر المتوسط تحديدا ألا يشي هذا بوجود معلومات ربما استخباراتي لدى الولايات المتحدة بإمكانية الإنجرار أو ذهاب المنطقة إلى حرب أوسع لقد كان هذا تقييما منصفا خاصة عندما قررت الولايات المتحدة إبقاء روزيفلت والمجموعة المرافقة لها هذا قرار كبير من جانب البنتاجون ومكلف هذه المجموعة الضاربة عليها أن تتبادل مع مجموعات أخرى وهي موجودة لمنع نشوب نزاع أوسع وكان من الضروري إبقائها رغم أنها كانت من المفترض أن تعود هذا يشير إلى إبقاء هذه المجموعة لمنع النزاع من ولاية مونتان الأمريكية مساعد وزير الدفاع السابق ميك مولدروي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة